طبعاً يعني بداياتاً طبعاً مستر كارلوس كيروش ابتدى يكلم في تفاصيل المعسكر اللي هيبدأ يوم 21 اجتمع بالجهاز الفني وتكلم على رجل مشغول جداً بفكرة حالة الإجهاد البدني والزهني اللي عند اللعيبة ومتخوف من أنه يكون ليها تأثير على المباراتين أو المواجهتين اللي هتجمعها بالسنغال يوم 25 ويوم 29 فقرر أنه يبقى كل يوم فيه شغل على فترتين الصبح يبقى فيه تدريب أو تمرينها كده خفيفة في الجيم مع تدريبات استشفائية لكل اللعيبة وبعد كده بالليل يكون فيه تدريب مسائي بقى تدريب بالكورة واتكلم مع كابتن واق الجمعة عشان يطمن على كل الترتيبات الخاصة باللقاء سواء ملعب المباراة ملعب الساد القاهرة أو الملعب الخاصة بالتدريب والنهاردة بالليل هيكون فيه اجتماع بين مستر كيروش وكل عضاء الجهاز الفني عشان يتم الاستقرار على القايمة النهائية اللي هيتم الاعلان عنها خلال يومين يمكن اعتقد بعد مطشط بعد المشاركات الأندية المصرية في بطولة أفريقيا هيتم الاعلان بقى على القايمة النهائية رجل كان اعلن قائم مبدئية سواء بالنسبة اللعبين المحترفين في الداخل أو اللعبين المحترفين في الخارج وهيتم الاستقرار في اجتماع النهاردة على الأسماء بشكل أخير عشان ان شاء الله بإذن الله يبدأ المعسكر يوم 21 كل توفيق بإذن الله لمنتخبنا الأهم بالنسبة لي يعني مش شغل بالي واعتقل مستر كيروش واللعيبة والجهاز كله مش شغلين بالهم بمطش العودة كل تركيزنا يكون على مطش القاهرة قادرين جدا 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 في ظل انه ملعبنا وجمهورنا حضر في ملعب المباراة انه احنا نحسن النتيجة لصالحنا بسكوري طمنا ان شاء الله لان انا متوقع ان المباراة العودة هتكون في منتهى الصعوبة الصعوبة فوزنا هنا واريحية الفوز كمان يريحنا قوي ويقلل الضغط والتوتر من عندنا ويصدره المنتخب السنغال فالمطش اللي جاي ده مصيري وبنسبة كبيرة جدا لو حسبناه ان شاء الله بإذن الله قادرين نوصل كسل على